خلال أسابيع قادمة رئاسة الاتحاد الأفريقي وستحمل على كاهلها هم القارة الأفريقية بكاملها وهي أدى هذا الطموح ولديها طموح كبير جدا جدا أن هذه الرئاسة المصرية خلال عامين قادمين أنها تنقل القارة الأفريقية الأكثر طموحا والأكثر وقارة وعدة جدا ودولها وعدة أنها تحاول تخرجهم من أي تهديدات موجودة خلال السنوات الماضية الإرهاب في المقدم أن إحنا معرضين لأن إحنا نشوف فصل جديد من فصول الإرهاب هيتخذ أماكن أخرى وهيتخذ أهداف أخرى مش هيستسلم لهزمته هيحاول يفكر ويطلع سيناريوهات جديدة يشتغل عليها هو ده اللي مصر النهاردة حطاها كتحديات يعني دي تحديات أمنية جنب التحديات السياسية اللي حضريك أشارتي إليها مصر هتنجح إن شاء الله هتنجح لأنها مخلصة لأول مرة الحقيقة لأول مرة نرى هذا الإخلاص في العمل على الملفات الاستراتيجية للدولة وللخارج ولمحطها الإقليم أما مصر تبقى من دلوقتي هناك رجال خلف الستار يعملون على مدار الساعة يجهزوا المجهود الأكبر للدولة المصرية علشان لما تروح تحتل المقعد الإفريقي إنها تكون جاهزة إنها تاخد بأيدي أشققنا في القارة وتنطلق بهم خطوات إلى الأمام وتنقذهم من تحديات هم الآخرين معرضين لها وهم بالمقابل ينظروا برغبة شديدة جدا إن هم يشوفوا مصر تعود مرة أخرى تمسك عصق قيادة وتتولى ما يمكن أن تنقذ به القارة خلال المؤشرات اللي حديك أشرت إليها من دقايق اللي هي المعظم فيها ينظر لنا إن القادم فيه أخطار لابد إن إحنا نستعدي ليه ونشتغل عليه علشان نبقى جاهزين لو فضلنا كامنين في مكاننا ومشغولين في مشكلتنا الضيقة ومشغولين في بعض مما يحاولون إلهقنا فيه الحقيقة هتدهمك المشكلات وأنت مستعدتش بأي حاجة ولا بأي شغل ولا بأي انضباط ولا بأي رؤية أنت فاتح وشايف إن اللي بيحدث حواليك توكيلات السياسية اللي هديك بتشيري إليها هي عنوان ما يحدث بالمنطقة والعالم النهاردة فمش ممكن نكون إحنا مدركين ده وشايفينه مين القاهرة ونقض ننتظر لغاية لما يدخل علينا القاهرة لا ده إحنا بنستبق الأحداث وبطلع له برة وعندي قدر من الجاهزية والاستعداد وقدر يقدم حلول ولذلك ما ينظر للدولة المصرية بهذا الاحترام اللي بتقابل بيه في كل المحافل الدولية هو نتاج هذا الجهد الكبير اللي يتم فيه صمت أنا معرفش ليه في صمت الحقيقة والله يا ستر عميد أنا شايف فرض أنه الصمت أفدنا في السنين اللي فاتت يعني اللي هما اتكلموا وزعقوا وعملوا إيه حياخسروا كتير قوي بس الصمت المصري كان حيأ أبلغ من الكلام